سادس الحلوين يعطيكم ألف عافية يامس إن شاء الله تكون أموركم تمام وإحنتوا بصحة وخير وسلامة يا رب اليوم يامس رح نحكي عن درس جديد بعنوان الفرج بعد الشدة رح نقرأوا يامس تمام وبعد هيك رح نزل لك حل أسئلة المعجم والدلالة حل أسئلة التراكيب والأسفة الفهم والاستيعاب ورح نشرح درس التراكيب والأساليب اللغوية يولا نقرأ الدرس بطريقة صحيحة يولا ما سنركز نقرأ ونتبع بشكل جدي الفرج بعد الشدة غضب حاكم على وزيره لذنب اقترفه فحبسه في بيت ضيق ومظلم وصفضه بالحديد وألبسه الخشن من الثياب وأمر أن لا يقدم له من الزادي سوى قرصي خبز شعير في كل يوم وكف ملح جريش ودور قماء وأن تحصى الفاضة فتنقل إليه فأقام الوزير شهورا لا تسمع له لفظة قال الحاكم أدخلوا إليه أصحابه المقربين ومروهم أن يسألوه واسمعوا ما يجري بينهم وأخبروني به فدخل إليه جماعة من خاصته فقالوا له أيها الحاكم نراك في هذا الضيق والحديد والشدة ومع هذا فإن سحنة وجهك وصحة جسمك على حالهما لم تتغيراه فما السبب في ذلك؟ فقال إني عملت ست وصف وصفات آخذ كل يوم وصفة منها فهي التي أبقتني على ما ترون فقالوا فصفها لنا فقد نبتلى بمثل بلواك أو أحد من أخواننا فنستعملها ونصفها له قال الوصفة الأولى الثقة بالله عز وجل والثانية علمي بأن كل مقدر كائن والثالثة الصبر خير ما استعمله الممتحنون والرابعة إن لم أصبر أنا فأي شيء أعمل والخامسة قد يمكن أن أكون في شر مما أنا فيه والسادسة من ساعة إلى ساعة فرج فبلغ كلامه الحاكم فعفى عنه غضبة زي ما بنعرف غضبة فعل ماضي مبني على الفتح من الذي غضبة الحاكم؟ إذن الحاكم فاعل مرفوع وعلامة رفعه تنوين الضم في بيت ضيق هذا البيت وصف لنا إياه بأنه ضيق ومظلم فضيق بتتكون عندنا إيش؟ نعت وصفضه بالحديد وألبسه الخشنة من الثياب أن تحصى أن حرف نصب يا سادس أن حرف توكيد ونصب بيجي وراها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة طيب لا تسمعوا هاي عندنا اللانا نشوف لا نافية ولا ناهية قلنا كيف؟ قلنا منتطلع على الفعل اللي وراها إذا كان مرفوع بتكون هاي اللانافية هاي هون أجعي أنهم فعل مرفوع فكانت لا نافية المقربين شو نوحة من الجموع؟ جمع مذكر سالم ليش يا مسرانيم جمع مذكر سالم؟ لأنه إحنا حكينا بحسة التأسيس يا سادس إنه كل اسم مفرد لما ينضف له يا أونون بيكون إيش؟ إيش بيكون؟ بيكون جمع مذكر سالم أن يسألوه نفس الشيء أن حرف نصب يسألوه فعل مضارع منصوب تمام؟ تمام يا مسر هذا اسم إشارة هذا اسم إشارة لم تتغيرا لم تتغيرا تتغيرا إيش أصلها؟ تتغيران وأجأ قبلها لم لم حرف جزم حرف جزم تتغيرا أصلا هاي فعل من الأفعال إيش؟ الخمسة لأنه فعل من الأفعال الخمسة لما يسبق بحرف جزم بيكون إعرابه شو؟ فعل شوفوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون ليش؟ طيب يا مسرانيم لأنه من الأفعال الخمسة لأنه من الأفعال إيش؟ من الأفعال الخمسة تمام حبايبي؟ يلا يا أبطال التي اسم موصول التي اسم موصول طيب يا ميس؟ عندنا إن لم أصبر أنا فأي شيء أعمل عندنا هون جملة استفهام لم حرف جزم أصبر فعل مضارع مجزوم طيب؟ طيب هلأ رح نيجي إنحل إيش؟ التراكيب والأساليب اللغوية بتحكي برضو عن جمع المذكر السالم وإعرابه سادس بكل بساطة إحنا حكينا يا ميس بالحصص للتأسيس إنه عنا الإسم باللغة العربية ممكن يكون مفرد ممكن يكون مثنى وممكن يكون جمع وحكينا إنه عنا أنواع الجموع جمع مؤنث سالم اللي بنتهي بألف وتاء جمع تكسير اللي هي بتغير لكل بنية الكلمة وجمع مذكر سالم ليش تميناه بالبداية سالم؟ لأنه لا تتغير لا تتغير حروفه بالمرة يا ميس بالمرة ما بتتغير حروفه يعني نفس الإسم المفرد بس بزيدله يا ونون أو يا ونون تمام؟ نيجي نشوف كيف مثلا جملة شارك الفلاحون في تشجير الأرض وعندي جملة اللي هي شجع المدير الموظفين المخلصين والجملة الثالثة رحب محمد بالزائرين هلا إيه شو جمع المذكر السالم يا سادس؟ لكتب لكم إياه هون هاي هون شو جمع المذكر السالم؟ عبارة عن الإسم المفرد زائد واو ونون أو يا ونون بضيف الواو ونون بحالة الرفع وبضيف الياو ونون بحالتي النصب وأجر نيجي نشوف شو يعني شارك الفلاحون في تشجير الأرض جملة فعلية لأنها بدأت بفعل من الذي شارك في تشجير الأرض؟ الفلاحون اللي منسأل عنه بمن شو بيكون إعلابه؟ فاعل مرفوع حكاها هاي ثابته فاعل مرفوع وعلامة رفع الفلاحون بتدل على إيش أكتر من ثلاث إذن هي عبارة عن جمع طبعا تنتهي بواو ونون إذن مذكر إذن وعلامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم طيب شجع المدير الموظفين المخلصين جملة اسمية بدأت بفعل مين اللي شجع المدير اللي هو الفاعل؟ ماذا شجع المدير الموظفين؟ إذن هو مفعول به وإله نكتب نفس الفورم تبعها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الموظفين نحكي هي أكتر من ثلاثة ثلاثة وفا بتنتهي بياء ونون والموظف نحكي ها هذه الموظفين ولا هؤلاء الموظف هذا الموظف ولا هذه الموظف هذا الموظف إذن جمع مذكر سالم وعلامة نصبه اليا ليش طيب علامة نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم المخلصين وصف لنا يا نعت بما إنه هي وصفة لإشي منصوب لتكون منصوبة زيها نعت منصوب وعلامة نصبه اليا لأنه جمع مذكر سالم رحب محمد بالزائري نفس الشي فعل فاعل البا حرف جر دائما بعد حرف الجر شو بيجي اسم مجرور وعلامة جره إيش الياء ليش لأنه جمع مذكر سالم ماشي يا سادس مس إن شاء الله تكون أموركم تمام الحصة الجاية مس إن شاء الله رح ناخد علامات الترقيم اللي هي بدرس الكتابة مس أدرس اللعطاتكم إيام نيح ركز من نيح يا مس المنشن أصحابنا هلأ بالكومنت رح نزلك كمان الإجابات لا اللي هي لا التراكيب والأساليب اللغوية المعجم والدناني الفهم والاستيعاب إن شاء الله يا مس تكون أموركم تمام وأشوفكم على خير ويعطيكم ألف عافية يا رب ترجمة نانسي قنقر